أعيز أبدأ معاك من الحكاية بتاعتنا منتخم مصر واللي بيحصل مع التحاد الكورة واللي بيحصل مع عهاب جلال والحاجات الإدارية اللي الناس بيقيتش فاهمة كل شوية تطلعوا وتنرفزوا عليها وتعصبوا وتسرخوا طب إحنا إمتى هنصلح وإمتى هنشوف تطوير لا أرا شايف إن انت يعني واحد وعدني هيا هي نفس المشاكل ما تغيرتش يعني ما أعتقدش إن أنا مساعدين 8 سنين ببعيكات 10 سنة بكاس 16 سنة حتى أمين موصلنا كاس على ما كان برضو في مشاكل فاعتقد لأ إنت زي ما إنت قلت بتالي أنا جيت وإنت بتقول إحنا تأخرنا 10 سنين إحنا تأخرنا لأ إنت اليوم عندك بفرق سنين فأكتر 10 سنين خالص فهي دي وإنت مش عافة تقلل الجاب لكن المشاكل اللي إنت بتتكلم عليها هي المشاكل الوقتية دي دي اتهارت بحسا بتالي هي اخرت 24 ساعة وبالذات بعد النهاردة بعد ماتش الكورية فاعتقد ناس كلها تتكلمت في حاجة زي كده وكله أعطاك إن هو ماشي في سكة واحدة كله أعمالي هجم بس ودي أنا ما أعتقدش إن إحنا الهجوم ده حيودينا لحتة إيه اللي يودينا؟ يودينا لحتة إن إنت تتفهل على نفسك بقى شوية وما حالش يطلع تتكلم لأن الكرام يعني إنت قاف لو إنت عملت فعل وسكتت ممكن تعدي لك عملت فعل وبتتكلم فالفعل نفسه بيكبر وبعد كده بتجيب ناس تانية كتيرة معك فما بش أي حد يتكن واللي بيقعوض على الكرش يجب يكون فاهم هو بيطالع عيون بقى فهي دي اللي بتاع المشاكل خليبها لك هي مش مثلا الأفعال إنت ممكن ماتش بتاع بساعة السنغال إنت ممكن كنت تروح عادي ده بلنتين ضاعي يعني مزبوط صح ومين اللي ضاعي؟ مين اللي ضاعي؟ محمد صلاح ما بيضاععش وزيزو ما بيضاععش صح فهي مش مكتوبالك لكن مشي تدقى خلص يا رجل مشي لكن البقى خلاص أنت فكتفل على نفسك عشان تخطط بقى البقى دي كده كوائز هي دي بقى المشكلة العديد أي أنا هخطط إزاي إذا كان نفسي أعترفت أن أنا اختارتها غلط مين اللي هتأخذ مين اللي هتأخذ شو يا جماعة أليك يبدو أننا نتصرها الفكرة برضو تانية هي قصة مش قصة رئيسة قصة حد كورة ولا مدرية ولا أيها يخص هي قصة أن ما فيش أصلا انتخابات حصلت يا كريم أنت بتتكلم في حد جيب التسكية التسكية دي معناها أن الكل أجمع كبير وصغير أن هذا الباجلس يصلح صح ألا ما صح صح فبالتالي أنت بتعاتب عليها يعني أنت لو تعاتب حد تعاتب على الإختار مش تعاتب على الموجود الموجود تستوليت أن أنت تتكلم يعني أنت عدت المرحلة أنت تتكلم مع ده لأ إحنا لازم نتكلم معه أوسع بقى لو أنت عايز تصلح هو مين اللي بيختاره بيختار إزاي وسيفي بتاع اللي اختاره ده عامل إزاي ايوة امسك بقى سيفي واحد واحد امسك الراجل اللي بيسك مع كامل احترام لا بكامش على الأشخاص لا تبقى كلم عليك طبعا كلهم كل احترام أكيد أنت شوف السيفي بتاعه أدار إياب لك هده من جاحته إيه وانتا بتجيبه ويمسك الكورة المصرية إزاي صح أنا مصرح صح تجيزي من يومين قال لي ساوز جاد ومدرب تاني عاملوا معاموا قابلات شخصية عاملوا معان ترفيوهات عشان يعيينوه مدرب إنجلترا يعني أنت عملت إيه بتعمل إيه خطتك إيه يعني وده ما جايش بقى اللهم أنا ساوز جاد أنتو هتعملوا معان ترفيوه مع عشان الراجل اللي بيتكلم بيتكلم لكورة إنجليزية عنده مسؤولية كبيرة جدا لازاي عارف يطور الكورة الإنجليزية كايس ليه قصو متطورة عنك بتعم صح صح وليسه بيدور على تطوراتك ولسه بلسه كمان فلا إنت عندك حيات كتيرة قوي يعني أنا ما أعتقدش أني في حجة صالحة في المنظومة مفيش عشان كيف بقولك لازم تقفل على نفسك واتغير قوانينك واتغير حياتك كلها عشان تعرف توصل لأ إنت بالقص واللازق اللي إنت شغال به من أول والله العظيم من ساعة مبقيت على الدنيا والله هي هي نفس المشاكل إنت مش بساد بس إحنا تفقمنا بعد يعني الأول ما كانش فيه نواحي اتصال يعني وزنا في الساعة أو الأفنات إنت عشان تكلم لعيب الكورة تقول له أنت عامل إزاي وتتدرب إيه بتاخد وقت كتير قوي تقاطي الكوين وتتدرب مش عارفة يعني دلوقتي إنت ما عندكش حجة أن إنت ما تكونش متطور ما عندكش حجة أن إنت متعرفش بيه ما عندكش حجة